فيضانات في هذه الدول العربية ومخاطرهم صعبة اختر توقعات ليلة عبداللطيف بعد قليل على قناة توقعات الايام اهلا بكم اعزائنا المشاهدين والمستمعين على قناة توقعات الايام مخطط عالمي جديد يشغل وسائل الاعلام في العالم ويشعر مواقع التواصل الاجتماعي في دول العالم سيتم الكشف عن فحص طبي حديث يكشف عن مدى احتمال اصابة الاشخاص بالسرطان وبشكل مذهل وهذا الفحص الطبي سيكون قادرا ايضا على تحديد مكان الاصابة بالسرطان في الجسم قبل حدوثه بسنوات للأسف البطالة نراها ترتفع بامريكا واوروبا والاقتصاد في حالة ركود مع ارتفاع الاسعار لسبب فوضى ان كان بامريكا او اوروبا خلال الاشهر القادمة دولة الامارات سوف تتخذ قرارا خاصا بتوجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن زايد بعفاء المخالفين لقانون الاقامة والعمل من المقيمين الاجانب واعطائهم مهلة زمنية لتصحيح اوضاعهم القانونية من دون دفع مالية من داخل او خارج الامارات ستشهد دولة الامارات المزيد من الامطار الغزيرة وارى المياه تغمر شوارع الامارات من جديد سنرى شروجهم بالامارات ننتقل لباكستان ستتعرض لكارثة انسانية كبيرة وهذا سيكون بسبب الطبيعة التي ستؤدي لخسارة مادية وبئية وايضا عدد كبير من الوفيات والاصابات والاف القتلى والمصابين وغيرهم من المفقودين والمشردين وللأسف سيكون معظمهم ضحايا فضيضانات عارمة غير ان الحكومة لن تكون قادرة على مواجهة تلك الازمة الكبيرة التي ستعيشها باكستان بعد ان اصبح ثلثة اراضي البلاد مغمورة تحتميها الفيضانات ايضا الفيضانات ستهدد عدة دول في العالم خلال الفترة القادمة وستطول الفيضانات هذه مساحات شاسعة وكبيرة من اراضي الدول من فيضانات السودان الى فيانات باكستان وللأسف طالت ضرر اكثر من ثلاثين مليون شخص من ازمة الفيضانات سيكون وليع العهد السعودي حديث في العالم والاعلام بسبب انجاز عظيم وكبير سيكون انجاز للعالم كله ليس فقط للمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية ستفتح ابواب المشاريع والاستثمارات الضخمة ما بين الاوروبيين والعالم الى الداخل السعودي بقوة وهذا ما سيجعلها خلال المستقبل القريب قوة اقتصادية فاعلة وبارزة على الصعيد العالمي واراها تحتل مركزا دوليا الانظار من خلال السياحة والامران والزهار الاياد البيضاء للقيادة السعودية ستحمل البشر السارة لغالبية الشعب السعودي من خلال اصدار مرسوم من الديوان الملكي تحت رعاية ولي العهد الامير محمد بن سلمان وهذا القرار سيحمل ما هو بشائر الخير للسعودين اولا والمقيمين والوافدين ثانيا وارا ان هذا المرسوم سيهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لاغلبية الشعب السعودي ويساهم في تغيير اوضاع المقيمين الى الافضل ويجعل الوافدين الى اراضي المملكة يشعرون بالامن والاطمئنان كأنهم في بلدهم الام واخيرا ارى انها خطة التقدم والبناء والاصلاحات الشاملة التي بدأتها القيادة السعودية بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان للتغيير الكبير سوف تطال الحجر والبشر تشهد بعض دول اوروبا للأسف الشديد احداثا دموية وموسفة وذلك بسبب موجة كبيرة من العمليات الارهابية ومرات جديدة لن يكون الخطر بعيدا عن الاماكن التجارية ومحطات القطار والمطارات وايضا بعد المراكز والنواد الليلية خصوصا باوروبا وصولا الى عدة اماكن مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وبلجيكا واخيرا بعض دول القارة السوداء قارة افريقيا ايضا ستشكل احتجاجات الغاضبة في عدد من دول اوروبا تهديدا مباشرا على بعض المراكز والمؤسسات الحكومية في كل الدول الاوروبية وطبعا للأسف الشديد اقتصاد هذه الدول سيتجه الى درجة التدهور والانهيار وايضا بعد الشركات العملاقة تعلن عن افلاسها وهذا الذي سيجعل الدول الاوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا وايطاليا تعيش حالة من التقشف والبطالة سريلانكا سيكون فيها سيناريو الانقلاب والذي حصل في سريلانكا سيتكرر ويصل لعدة دول وخاصة دول افريقية واسيوية وان نيجيريا والهند وباكستان وكازاخستان ستكون من اكثر الدول التي سيحوم حولها وفي اجوائها خطر تكرار سيناريو سريلانكا وان الدول هذه ابرز خلال الفترة القادمة ايضا تتوقع ان اجواء التهديد ستحوم للأسف فوق سماي اكثر من دولة عربية وهنا اعتقد ان تكرار سيناريو سريلانكا سينجح في بعض الدول ولكن سيفشل في دول اخرى وللأسف في كل الحالتين ستكون النتائج واحدة ويحصول تغيير كبير في هذه الدول في النظام الحاكم او الاشخاص على امل ان التغيير يكون للافضل اكيد سيخطف الموت وجها اعلاميا لبنانيا بارزا وذو تاريخ اعلامي مميز وبارز جدا في لبنان والعالم العربي قطر سوف تلعب دولة قطر دورا كبيرا في الحرب القائمة ضد كل انواع الارهاب في بعض الدول العربية وخاصة على الاراضي الخليجية كما ارى نامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله يقوم بمبادرة انسانية فاعلة وعجلة لمساعدة وانقاذ بعض الدول الفقيرة التي تعاني من الازمات المالية الحادة في ظل هذه الارضاع القاسية التي تمر بها شعوب هذه الدول ومن هنا لا استبعد ان نسمع خلال المرحلة القادمة كلمة شكرا قطر من دول عربية ومنها لبنان الحكومة البريطانية ستقوم بتحذير الناس والشركات من وجود خطر يهدد العملات الرقمية من خلال النصب والاحتيال عن طريق بعض الشركات الوهمية غزو فضائي مجهول اراه حاصل خلال السنوات القادمة لا محالة وعلى اراضي بعض دول العالم ايضا قالت اننا سنشهد من جديد ازمة انقطاع شبكة الانترنت ومواقع الفيسبوك وربما اكثر وايضا ستفضل الازمة هذه مستمرة لفترة ولن تحل بسهولة وبطريقة غير مسبوقة ايضا العالم سيكون امام مشاهد واخبار حروب الالكترونية ستهز المؤسسات والشركات وبعض المراكز الحكومية في بعض دول العالم مع هجمات الالكترونية خطيرة الى هنا وصلنا الى نهاية حلقاتنا شكرا لكم و الى اللقاء